أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رانيا المشاط أن استمرار زيادة فجوة تمويل التنمية ومواجهة العمل المناخي تشكل تحديا رئيسيا على المستوى العالمي وخلال مشاركتها في الفعاليات الافتتاحية لمنتدى العمل العالمي من أجل التنمية المشتركة بالعاصمة الصينية بكين أوضحت المشاط أن مصر تستهدف زيادة المشروعات الخضراء كنسبة من الاستثمارات العامة مشددة على ضرورة تنويع مصادر تمويل التنمية ومراعاة الخطط الوطنية وأولويات الدول المختلفة في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة